فيما ينشغل والعالم بكورونا طالبت منظمة الصحة العالمية بتكثيف الجهود استعدادا للوباء المقبل في المقابل دعا الاتحاد الأوروبي لمراجعة شاملة للجهود الدولية لمواجهة كورونا وتقييم الفجوات استعدادا لأي تفشي للأمراض وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في وقت نجتهد للرد على وباء كوفيد-19 علينا أيضا أن نكثف جهودنا استعدادا للوباء المقبل وجه تقرير استخباراتي لدول العيون الخمس التي تضم أمريكا وبريطانيا وكندا أستراليا ونيوزيلندا وجه تهمات للصين تمثلت في عدم الشفافية بالتعامل مع جائحة كورونا تعتيب في التعامل مع الفيروس منذ بدء انتشاره إجراء أنشطة خطيرة في معمل وهان حول انتقال الفيروس من الخفافيش والأبحاث التي تمت مع علماء أمريكيين وأستراليين اتهمت تقرير الاستخباراتي بأن الصين دمرت عينات من الفيروس وانتهت تقرير بفرض رقابة صارمة على ما ينشره العلماء في الصين طورت جامعة العلوم الصحية التركية بالتعاون مع شركة لصناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية دواء جديدا لفيروس كورونا أطلق عليه اسم تي آر سي تسعة عشر وقال البروفيسور جودت أردول رئيس جامعة العلوم الصحية أن العلاج سيكون جاهزا لإعطائه للمرضى المتطوعين على أن يتم ترخيصه في أقرب وقت في الخبر آخر حذر المدير السابق لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ورئيس التنفيذ لمبادرة العزم على إنقاذ الأرواح الخبير توم فريدان من أن وباء كورونا حاليا هو في بدايته لا أكثر وأنه سيستمر لأشهر وربما لسنوات إلى أن يتم التوصل إلى الوقاح فعال أو يحدث شيء ما غير متوقع في آخر خبر في فقرتنا بينما سمحت بعض الشركات بعودة الموظفين إلى العمل فإنها تحاول استخدام طرق وآلات جديدة للحفاظ على صحة موظفيها بما في ذلك فحص الجسم بالأشعة فوق البنفسجية فيما يرى الخبراء أن نظام متابعة مخالطية المرض استراتيجية رئيسية في مكافحة فيروس كورونا بهذا أنهي معكم فقرة كوروناتريند لنهى اليوم